أمورني هسرت الليوة أو أمرك يا باشا حسن ومورس حاضر فمان لا حسن ومورس إفراغ كنتي فين ولا فين مثل الليل والأيام دي كانت غايبة عني فين كنتي فين وأنا فين جيت لبنين والأيام دي كانت غايبة عني فين من نظرة عيني فيت القلب وفي جرحين من حلقته قلت يا ريت كان لي قلبين كنتي فين كنتي فين كنتي فين أنا قلت نقعد في الفشاوي عشان دي أحسن حتة بحب أجي أقعد فيها والله يا مورس يا أخويا قعدتنا إحنا الاتنين على البورش كانت من أمتى على وقت اللي قضيتها في حياتي لا 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 ربنا ما يعود يا شيخ حسن ده كان كبوس إحنا جايين نحتفل بخرجكم بالسلامة قفلوا على الموضوع ده بقى جيرجس حبيبي قلبي إزا هيك يا راجل عامل إنت وحشني جداً شوف الموضوع ده شوف ده ده مين ده أه جيرجس مين حضرتك إيه يا جيرجس إنت مش عايز تكلمني؟ إنت بتلف وشك الناحية التانية أما جيرجس مين؟ ده مش جيرجس قلنا لك إيه يا جيرجس ما قالك مش جيرجس إزاي بس؟ أما هي كده عايزة تبقى جيرجس بالعافية أما هي دي نخرى فيها أفصال تفضل مع السلامة هو جيرجس يا الله تفضل المشي من هنا حاجة عجيبة الناس بقت غريبة واحد من دول يما ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشمه واحد يعرفه يروح رايح جاري عليه بالحضل والبس وإزاي شوقي وإزاي خليل وإزاي إبراهيم وإزاي شوقي السكاري وإزاي إبراهيم الفجاري وإزاي بدأ طول النهار ما يسيبوش بتحسن كتير أنا حصريت لمرة كنت ماشي بأمان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالقض عرقان ورحت ومنيلة بستين نيلة إزايك وإزاي الأخبار م Zamora وإزاي السكاري entrada بقضوا سكاري بتتتهمش إليه إيه كان السكاري ده وإزاي مش عارف مين وإزاي إلم ورحته ومنا بنيلة يقول له يا عمي مش أنا مش هو اليگ تايز وإزايك أخ 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 وأخ أخي أخي gig مش هو الأخ أخ أخ أخ؟ مخ اسمه لجيه؟ ظروف بك إزايك أخ بولس يا ابني قلت لك أنا مش بولس أنا مش بوليس هو بالعافية أنا مش بوليس مش بوليس؟ هو بوليس وبيني التاني جرجس لا 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 لأ قلت بالله العليل العظيم أنا ربونه سبحانه وتعالى بيحبيني شيك حسد تعالى يا شيخ بلال حبيبي تعالى فحودنا يا شيخ بلال حبيبي حبيبي يا شيك حسد أزيكي شيك بلال بقى اسمه كلامي يا راجل سيبت ملك كده وتمشي من غلل السلام ولا كلام إساكي أباك يا شيك بلال يا أهلا وسهلا بك أهلا يا شيخ بلا والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزا ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشي على وشوشها كآبة قلت يا زوب صيدنا الحسين وقلت يا ربنا سبحانه وتعالى من يعطرني فيك يا شيخ حسن وهي بركات الحسين حاصلة أنا حاسيبك يا شيخ حسن خمس دايق مع الراجل الطيب ده على فين؟ هروح أصور واحد حبيبي مش خطوش من زمان وحش نعم يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد مرقص أيه مرقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا طالين آمين يا شبحان الله شفتي شفتي يا مرقص شفتي يا مرقص شفتي يا صيغ حسن كله مبركة زي خلنا مرقص المسيحي يدخل مع أم شايدنا حسين ويقرا فتحة شفتي يا مرقوته شفتي أفوته اهي شايف يا عم ويليام شايفين كلكوا شايف يا بابا عشان توبة تصدقني عشان توبة تصدقوني كلكوا أنا مبفتريش على حد اهم راحين جايين مع بعض وبارتسلة كلنا عيب يا أعني لا حدش يقول كلمة عنه أساس حسن وابنه دول ناس فوموس أشبهات الراجل اللي اسمه حسن العثار ده يطلع من العمارة يا ونيم ده قس الفساد يا أخوانا أنا مقدرش الراجل ده جميله مغرقاني ترميله عفشه ويطلع من العمارة هو مين ده اللي هترميله عفشه وتطرده برا العمارة يا جورج خليك في حالك يا شيخ مصطفى أخليني في حال إزاي أنا مش معاكم هنا في الشارع اللي هيعرب من شيخ حسن هقطع خبره تفاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العمارة غزبا عنكم وعن نخلي فوقه اتكلم كويس عمو مصطفى اخرسه لأنت لما الكبار يتكلمه لحال تخرس انت راجل مش محترم أنا مش محترم يا سافلي اللي لا ده اتكلم يا ما يصرح اهومكم اهومكم قلتهم كون جايين مع بعض يا اخوانا يعني من تفقين الشارع موالة وهم يخرجين يصغروا مع بعض لما اعجالك ومشي من هنا قداش حسن انت بتكلمني بصرفتك يا جورج انا مستاكن عندك اهوم يا جورج ما ما يصح الشباس اطلع الشيخ حسن شايتك والراجل منهم يتعرض لك هو في ايه يا اخوانا ايه اللي حصل؟ ما تسأل بنتك يا عم موارقوس مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك ترفض ابنك اللي تقدم لها وترى تحبه أحد مستم اخلاص انت تجي تكيرت بنتي يا عم نجد منها يا جمعة ما يصحش كلا اوه الولد كان حيروح مننا نزف كتير وفاصيل الدمه كانت نادرة لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دم ونفس الفصيلة يا مرقص يا أخو يا جيمي الأجداء حيفضل فرقابتي طول عمري عماد ابني يا شيخ حسن وحنفضل متشحتتين كده على طول يا بوليس مفيش فايدة مثل ده بعد اللي حصل ده مناه شعاد هنا هنا نشكر ربنا أن أنقذ ابننا من الموت أنا اللي صعبان علي رجل الطيب مرقص زنبه إيه هو ينقذ ابننا وإحنا نكون السبب في تشويق سمعت بنته وممريم حتوحشني قوي أنا حباتها زي ما تكون أختش إيقتي بالزبط جورج الجوهير جوا ابنه هم السبب هم اللي ولع الخناق ونكبروا المشكلة يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم وماما ده دوحشني قوي والله يا محمود ما شفت جرى زيها أبدا كل ده بسبب مصطفى السنة بتاع السور ماركت زنبه إيه الشيخ حسن يا زينب راجل فاضل وطاقل عايزين يترضوه من الشقة هو وعيده وكان حيموت ابنه الودي اللي حيرته اشتركوا في القناة هنروح على فيدي يا شيخ حسن والله منعارف مرز الظاهر إن قدرنا واحد أبدا الله وسعى ربنا لا ينسى عبيد وشيخ حسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي احنا فيها دي كلمت يا زينب ما بيردش عليا مالك علينا انا بعيش اسعد لحظات حياتي بتعيش اسعد لحظات حياتك اشتركوا في القناة عشان سيبنا جانات بنتوالي مش حاتي فرغت فرغت عم حاسن كلمت عال سمسار صحبي شاف شقة أول دار معرم بيقطين وصالة بألف وخمسمائة جنيف الشقة طب واحنا يا بدا ما اتلناك شقة يا عم مرقص يا عم مرقص وعودوا مع بعضيكم يمين دول لحد ما نشوف لك عاجة تانية ده عنا مسدانا اعترنا على دي شكرا